في بوست بقى على السوشيل ميديا عن الصحاب بيقول ايه بقى السوشيل ميديا بيقول البوست الصحاب بعدد المواقف بشكل الربيع والخريف اللي في العلاقة الصحاب بعدد الدحكات اللي رسموها جواك مش بعدد الدمع اللي حفروه فيك الصحاب هم في التصرفات اللي بتثبت غلوتك ومكانتك عندهم في خوفهم عليك وحبهم الصادق ليك الصحاب في الشدة قبل الرخاء واللي يحفظ سرك ويساعدك على مشاكلك وحل مشاكلك مش أبدا بمصالحهم وششهم الكدابة وغمضهم في أنانيتهم وتقصهم الغريبة في العلاقة اختاروا الصحاب اللي ينفع يعشش في قلبك أو الصاحب اللي يعشش في قلبك مش اللي يختار مصلحته فيك ده يبقى مش صاحب أعتقد طبعا صحيح طبعا بص يا جماعة هو طبعا أولا أن دائما ما بسمع كلام عن الصحاب أو قوستات عن الصحاب على طول بفتكر الأغاية اللي عن الصحاب طبعا باستثناء يلا يا أصحاب العلامة المميزة والتريد مارك للصداقة أول ما أسمع كلام عن الصحاب برضو أفتكر أغنية أصحابنا وإنت ولا ومعرفش عاية ليه بس أنا طبعا إحنا عارفين الصديق وقت نزيل كانت من فيلم أصحاب كان هني سلامة أعتقد ومين يا مون هنسيت هادي حقيقة نهرب يدعب ما علينا عادي إحنا الزكرة بعافية أول اليوم بس دائما أقيس الصحاب بنظرية الشمس والضل لأنت طول ما أنت في الشمس ودنيا منورة حواليك وماشي وجنبك خيال وضل تلاقي ناس ملمومة عليك وماشي وراء خيالك أول ما تضلم عليك ما تلاقيش حد الناس دي تبعد عنهم تماما بمجرد ما تكتشف الحقيقة تكتشف أنه هما مش جنبك غير في أوقات المبهجة ولا أوقات المصلحة ولكن الصحاب رزق والصديق وقت الديق وربنا يكرم كل الناس بأصحاب فعلا ظهر وسند يقفلهم ويقفوا في ظهرهم لأن الصحاب دي نعمة الصحاب ساحب طبعا والصاحب هو اليوم يعني يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه بس يلاقي صديق بيقول يا رب عايزه معايا في الجنة بص يا هو الصحاب فعلا رزق من النعم لربنا أنعم علينا بها عشان كده في مثل أنا بحبه قوي تسلم يا شدة بينتي لي عدوي من صديقي الشدة بتبين فساعة الشدة هنعدي الناس اللي حوالينا هنلاقيهم مش هيعدوا صوابعي ليد الواحد بعد ما تفرج إن شاء الله كده ما تزودش عليهم ولا واحد لا خد أعزاهم يعني لو ما اسألش فيك في الشدة خد أعزاهم يعني شكرا ممكن نلتمس الأعذار طبعا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام نلتمس الأعذار للناس ولكن فعلا بس فيه ناس بتبقي مننتظرهم في الشدة يعني فلان ده كان أنا كنت منتظرة أن يكونوا معايا في الشدة دي بتتفتقديهم أنا وجدتوها على فكرة عشان كنت هجنن أصحاب ولا بيزنس طبعا هني سلامة ومصطفى أمر وطارق عبد العزيز يعني أهل جوح ونجمات البطلة كانت شاري عادل حسب ما هم ونور فمنحييهم لأن هم عملوا برضو في المركز التاني بعد يلا يا أصحاب أصحاب أنا وانت ولا كثير تعمل والقلب دي صاحب برضو لسه في سيرة علاء أحمد منير في محمد منير عمل للصحاب كتير بحب جساحبي أحمد سعد حاجات كتير أو الصحاب نعمة الدنيا كلها صحيحة بسمعي الصحاب الصحاب مش عرفة السيحة سيتها مهرجنات شوية كتير المهرجنات حلوة لو كلامها حلو لو كلامها حلو شوالي أعلقت فودني جدو شفاكرة بقفت كده هجعلو صحيحة